ما يسور ما كانش فيه غيرة في الوكيشن بالعكس بالعكس فيش اصلا اي حد بطول الوقت يعني ما بتشوفي مسلا استاذة مونة بتيجي بتتفرج عليك انت بتشتغل وبعدين تقول لك ايه الجامعة دا فدل اصلا يعني ايه ده انت ايه يعني فهم اقصد ايه انه يعني فيش اي تقبر بالعكس خالص يعني هي عايزك تبقى احسن حد عايزك كل واحد يبقى احسن حد طول الوقت ده حقيقي ما بينه يعني اشتغلنا حاجات كتير ونشوفش الكلام ده النجم السوفرستار هو بطل العمل وهو عايز كل الناس تبقى حالة وبتبزل كل مكهود علشان الناس تبقى مستراحل حواليها زملاء عارفة كويس ان هي ممثلة في العمل وجنبها زملاء مش ان هي حد اكبر من حد خالص فبصراحة دي كانت بالنسبة لي برضو حاجة انا اتقصرت بيها جدا شخصيتها ادي ايه طبيعية وحقيقية وبتساعد كل الناس وما بتزهقش كمان انا بنزهق اكيد يعني احنا ناس عندنا اسئلة كتير وحاجات طبعا ما بتزهقش خالص بالعكس بتجاوبك على كل حاجة بحب بتدي لك المعلومة بلطف شديد جدا انا شكسان كنت محظوظ جدا ان انا امثل قدامها بزروف البحر كانت صعبة من كل اسمعنات بتصوار بعرض البحر بعد ساعة تجيل جدا بخلاف انتو كما مصيرين كان بيكون المصورين بمتشعلقين بطورية معينة بتبقوا متغربون يعني عشتوا فترة حلوة في دونيوات بعيدة عن القاهرة واكيد مركبتين بزروف البحر انتو بدأت تصوير في الشتة كان نوعه بطور مطر ووقف تصوير يعني انا عارفة كواليز بس في ناس كتير مش عارفة كم المجهود الرغيب بخلاف التمسيل بطورة الاداء بخلاف التركيز والكروفات فيه كمان ظروف طبيعية وظروف كانت صعبة وضع عليكم ممكن توضعهم اصلا من حاجة زي دي انو المجال ما كانش بسهولة اوي والحقيقا الناس يعني اكتر ناس تعبت مش عايزين ننسى ده الكرو اللي هما ما عندهمش فرصة الراحة اصلا يعني احنا كممثلين ممكن يبقى احنا عندنا مشهد ده ومشهد اللي بعد ومسلا نرايح او وقت تجهيز المشهد من مشهد نقدر ان احنا نرتاح بشكل او باخر حتى لو هنام على الارض شوية او اي حاجة لكن هما ككرو كانوا شغالين طول الوقت ما بيوقفوش ما بيلحقوش ياردوا راحتهم يعني وشغل في البحر طبعا مهلك جدا لان ان انت مش في لوكيشن معتاد زي ان انت بتصغري في استوديو او 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 اي حاجة فيها الرفاهية او لا احنا كلنا مزنقين في مركب واحدة وفي اللي بيضطر ان هو يخاطر عشان ان هو يطلع المشهد بالشكل ده زي مثل حد من كرول تصوير او الاضاءة او كده يضطر يبقى متشعلق واحنا في البحر احنا في البحر بجد فالموضوع مرعب يعني والبحر يعني زي ما الناس بتقول البحر قلب احنا ممكن نبقى مزبطين ان احنا احنا هنطلع بكرة عشان البحر بكرة جويس فنطلع البحر البحر معرفش هي ايه فيكرر ان هو يقلب علينا واحنا لازم نقلص شغال لنا طبعا فكانت ظروف التصوير احنا هنطلع على الناس دي بالذات صعبة جدا جدا وفي يعني باختلافات يعني فيه فيه ناس بتتعب اوي فيه ناس بتتعب قليل عليكم انت انا حصلتلي مرة ومرة في النص كده بسبب تتابع ايام التصوير لكن انا عادة الحمد الله ما عنديش موضوع دوار البحر بس فيه غيري عنده حتى لو هو مش قدام الكاميرا هو اهم مني هو وارا الكاميرا كان بيبقى تعبان وعنده دوار ومسلا لازم ناكل بطريقة معينة ما ينفعش ان احنا ناكل كده لكن انا قاعدين قدامنا حاجات صورية وبتاع والكلام ده خاضر لا اهو انت لازم ما تاكلش عايز تاكل حاجة تاكل حتة جبنة قديمة حتة مش حاجة حدقة فقط لغير فاحنا بنشتغل ومعندناش رفاية حتى ان احنا لو نقدر ناكل حاجة انا كلها او عايزين نشرب اي حاجة نشربها فطبعا طبعا 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 الظروف كانت صعبة جدا والناس بازلت مجهود كبير جدا جدا يشكروا عليه واعتقد ان كل حدك انشغال في المسلسل يقدر يعمل اي حاجة بعد كده بعد اللي هو عمله ده بصراحة يعني كل حاجة صعبة كانت عمدوك لهجة وطريقة وشكل شخصيات وظروف طبيعية كانت طريبة كل حاجة عمدت 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 عمدتك هتوكل من مرة حتى لو كانت بسرعة لا مفيش يعني في الشغلانة دي كلها ما فيش مشهد سهل يعني فيش ولا يوم تصوير كان سهل انت طالع قاعد بتصور وبتاع ما انا بقولك انه كل مشهد كنا بنعمله كنا بنقول ده اصعب مشهد يعني بعد ما بتخلص يا جماعة ايه ده كان مشهد صعب احنا كنا خايفين منه بس تعملوا كل مشهد بس صراحة وطوقع احنا ما نعرفش طبعا زروف بقية الاينات ايه او الخطوط الدرامية التانية يعني الفنانين بس متأكد جدا ان هما هيقولوا نفس الكلام ما فيش مشهد سهل انه في الاخر انت بتصوري حاجة ريل بصوري حاجات حقيقية طبيعية حتى كل الشخصيات السيادين التانية او شخصية سناء او شخصية ابراهيم كل الشخصيات كان عندهم صعوبات وتحديات كبيرة فما اقدرش اجاوب ما اقدرش اقولك في مشهد سهل كل المشاهد كانت صعبة وكانت تحدي والحمد لله انه كل كان قدت تحدي